طيب البقالات والمطاعم برضو يختلط فيها الحلال بالحب كل مشاكلنا واعقد ما يأتينا في مسائل الفتية عندما تلتبس الأمور عندما يختلط الحلال بالحرام هذا والله أصعب ما يواجهه المفتي في هذا البلد وهو الحلال بين والحرم بين المشتعة في هذه المرحلة الضباضية في ذلك الوسط الغامض الذي أخذ جانبا من هذا الطرف وجانبا من الطرف المقابلة فقاء يعني يقولون المسائل الاجتهادية هي ذلك الوسط الغامض ما بين طرفين ظهر في أحدهما قصد الشارع إلى الإثبات وظهر في الآخر قصد الشارع إلى الناف وهي هذا الوسط الغامض بينهم العمل في مجال البقالات والمطاعم لا يحل للمسلم العمل في البقالات والمطاعم التي تقدم فيما تقدم المحرمات إن كان عمله يتضمن مباشرة المحظور هيقدم خمراء هيقدم خنزير أو هيطبخوا أو هيجهزوا ما اعتبار حالات الضرورة على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها فينكر بقلبه هذا العمل ويعقد عزمه على التحول عنه عند أول القدرة على ذلك ويجد في السعي للحصول على البديل المشروع لكن يعني أعمل الحراسة والنظافة ونحوها في هذه البقالات والمطاعم مما لا يتضمن مباشرة شيء من هذه المحرمات ببيعها أو حملها أو إعدادها أو تقديمها لا حرج فيها